احنا الشابتر المتقسم عندنا مصين نصف انفراميشن في الايلد ونصف ثاني من حيث البوزيشن بتاعها الجزء بتاع الانفراميشن من حيث البوزيشن يعني لحد ما اكتر اهمية من انفراميشن بتاع الايلد هناخد اول موضوع في الانفراميشن اللي هو التركيسز التركيسز احنا قلناها من شوية يعني لكن الوقت هناخدها بالتفصيل طبعا الجملة ده مهمة لان لو الانفراميشن مش في الحاجة بنسميها في بعض الكتب بتعمل اول حاجة موضوع رب انجلاش لوحده بعد كده تركيسز لوحده بعضهم بيعملهم يعني ايه ان الروبنج لاشز مجرد ان بيه كده مش هتفرق كثير هو التركيسز معناها هنفيه اكتر من اربعة لاشز انما لو عندي اقل من اربعة لاشز عمالة حفة في القرانية او الكونجنكتايفة بنسميها روبنج لاشز طبعا الشرط المهم في التركيسز او الروبنج لاشز ان الان الايلد يكون نورمال انبوزيشن لان لو هو لافف او طالع لبرا بيبقى بنسميها حاجات تانية انتروبين واكتروبين ده هنعرفها بعد بعدين يعني ايه سبب التركيسز مرد بالبرافة التركيسز بيكون هناك صف زايد من الرموش غير الرموش اللى موجودة ايه دقيقة الغربة يؤدي الى ظهور مثلا اكتر من ثلاث اربع صف صفوف الزيادة اللي ورا بتحفف القرانية فبتعمل عندي تركيسيز او ممكن عندي اكوايرد في التراكومة والألسرت في بريفايسيز زي ما قلنا من شوية والبيرنز ازاي والدفترك كنجنكتفايتس كنا قلناهم قبل كده برضو البرن في اي فكرتها ان انا لو حصل عندي حرق في الجفن كده من على اليد مارجن فطبعا الحرد الادوت برضو بيهيل بفايبروزيز فيشد الايلاش لجوه فيعمل عندي تركيسيز السيمتومز يعني ممكن نقولها ازاي تخيل ان جسمك في حاجة غريبة تخيل انت نفسك في رمش وقع في عينك وبالتالي اول حاجة ايه فورين بودي سينسيشن كنجنكتفا الحيبريم يعنك هتخمر من كتر ما عمال الريمش يحف فيها فوتوفوبيا والاكريميشن وبفراروسبازم ديت طبعا كلها حاجات رليتد للقرانية لو احنا فاكرين شابتر القرانية من كتر ما رموش حفت فيها عملت فيها ألساريشن وبالتالي بحصل الثلاث اعراض دولت بيقى دائما مع بعض الدكتور لما يجي بص هي لقى فيه طبعا بتكون واضحة من بره يعني مالديريكتر ربي انجلاشيز و سينز اوف كومبليكيشن اهما كومبليكيشن اللي هنا كونجنكتايفا يبقى فيها كونجنكتفايتس كونجنكتفايتس كونجنكتفاية أرسر ويحصل عندي برضو لو حصل لهم هيلينج للتنين دولت هيحصل لهم ابثيال بليك اللي ها فابيروزوس نفس الكلام مع القرانية برضو آآ ألساريشن وبعد كده فابيروزوس اللي ها ابثيال بليك ازاي بعالج الربنج لاش او التركيزس اول حاجة في عندنا الربنج لاش بيكون لها علاج لان الربنج لاش طبعا اقل من 4 فعلاجها بيكون محتاجة عمليات بيكون عمليات بسيطة يعني بنحفظهم ازاي اول حاجة ابليشن ان انت فالرمش ده خالص هما اقل من 4 رمش او اقل فلو على ال 4 رمش هم من دول المدقيينه انت فهم وخلصوا منه بعد كده بنحفظهم ان سخن وبارد وكهرباء الاكتروليسيس دايسيرمي اللي هو السيرمال كواجوريشن والكرايو كواجوريشن اللي هو برضو زي السيرمال كواجوريشن بس بالتبريد مش بالسخنية بنعمل كواجوريشن للهير فوليكل بحيث نمنع ان هي تظهر تاني الشعرية بتختفي للأبد والاكتروليسيس برضو نفس الفكرة يعني الفكرة مالتادة دولت ان احنا بنكنسل الهير فوليكل ما عادش يطلع رموش خالص انما ابليشن ده يعني حل مؤقت ممكن بعد ما نشيل الرمش يطلع تاني الرمش الجديد يطلع بحفظ فبنعمل حاجه من ثلاثة دول اما دايسيرمي او الاكتروليسيس او كرايكواجوريشن والثلاثة نفس الفكرة لكن بيختلفوا في الطريقة اللي بنعمل فيها قتل للهير فوليكل واحدة سخنة واحدة بالكهرباء واحدة برد طيب في حالة التركيزيس اللي هو في عندي اكتر من 4 رموش لفين لجوه لكن الليد انتكت ونورمال بوزيشن بنعمل عمليات في عمليتين مهمينتين بنعملهم الاولانية في حالة الابر اي ليد بنعمل فان ملينجينز اوبرايشن وفي حالة اللور ليد بنعمل الويبستر اوبرايشن بنقراهم كده بعد كده نشرحوا مع الرسمة طبعا هي التفاصيل العملية يعني مش مطلوب ان انا نعرف تفاصيل لكن احنا الفكرة هنا ان احنا هنشرحوا مع الرسمة ليه لان احنا بعد كده ما ناخد انتروبيون واكتروبيون العملية هتكتر شوية هيقى في عندنا سنيلينز اوبرايشن وهيبقى في بعد كده في التوزز في اوبرايشن الثانية تظهرت برضه طبعا هي كلها اسيمة علينا بس الفكرة ان انت لو ما عرفتش فان ملينجز والويبستر بيتعاملوا ازاي وفين وترقتهم يعني مش هتعرف تتخيل هما بتحطوا في اي مكان لكن دلوقتي لو فهمت احنا بنعملهم في اي مكان والهدف منهم ايه بالظبط هتقدر من غير حاجة ان مجرد ما تعرف في المرض تقول اه ممكن استخدم هنا فان ملينجز اوبرايشن لو حالة تانية ممكن اه تقول هنا ممكن استخدم وبستر اوبرايشن مجرد ما تتخيل اللي احنا هنقوله دلوقتي نيجي مسلا عن فان ملينجز قلنا ايه بلاس باكال ميوكاس انتو جري لاي طيب الفان مينجز اوبرايشن تشوف في الرسمات ديت عندنا ديستيكيسس دوت اللي هو ابنورمال اي لاشيز طبعا ممكن تظهر عندي في الاوبراينج او الاورفاس بتاعتها زي ما احنا شايفين هنا في رموش زي ده طالع من مكان ابنورمال عشان كان رمش زي دوت لفف لجوه وعمال يحك يحك في القرانيه ديت حات التركيسس طيب دوت تركيسس في الأبر لد تمام طيب انا لقتي عندي رمش لفف لجوه كده وعمال يحف في العين او عندي اكتر من اربع رموش الحل هنا ايه ان انا باجي عند الجري لاين بفرد المكان ده كده هو الجري لاين اللي سود اللي انا عملته ده باجي عنده وبجيب باكال ميوكوس جرافت بجيب ميوكوس ميمبرين من اي مكان بالجسم غالبا من باكال ميوكوزة وقوم افتح الجري لاين ده وحط هنا الميوكوزة اللي انا جبته طبعا انا ما حط هنا ميوكوزة المنظر ده هتبعد المكان ده شوية على المكان ده هيتزقل قدام شوية بالمنظر ده تمام وبالتالي ما يتزقل قدام تقوم الرموش اللي بتحفه في القرانيه ديت او في تبعد هي كمان لقدام تبقى ايه بعيدة بالمنظر ده وبالتالي عيان ما يتأثرش بحاجة ده هو الفان ميلينغز أوبريشن بلايس باكال ميوكوس من براين جرافت انتو زا جري لاين حطناه هنا بالمنظر ده كده طبعا ميوكوس جرافت بقى ايه بنخطه على راحتنا لان احنا فتحنا جري لاين نكبره على راحتنا لحده منالقى ان الرموش بيعتد خالص عن القرانيه والكونجنكت طيب طيب في اللور ليد مش هنستخدم افرض بقى في اللور ليد عندي يعني انا هرسم هنا كده نفرض ان ده اللور ليد كده وفي عندي هنا رمش جاي جاي منظر ده واحد هيقول لي يلا نعمل ايه برضو هنا نفتح ونحط ميوكوس تقوم تبعد عنه هقول له اه صح ممكن نعملها بس احنا مش بنفضل نعملها ليه لان كوزموتيكالي بيبقى بتاعها مش حلو العيان مش بيحبها ليه انا عندي الاي ليد هنا لو لبتو البرة شوية لو حطت هنا ميوكوس جرافت وقلب حاجة بسيطة البرة بحيث يبعد الرموش مش هيبان للي بيبص عليه حاجة لان الاي ليد بطبيعته الطرف ده بيبقى نازل لتحت المنظر ده انما اللور ليد انت اساسا بتكون شايف الليد مارجن بتاعه انما هنا الليد مارجن بيكون متداري حتى لو بعيدته بميوكوس ميمبريين بيكون متداري برضو الى حد ما انما هنا اللور ليد الريدي هو باين فانت لو جيت تعمل ميوكوس بكر ميوكوس جرافت هنا هتلقى الليد قلب منك لبرة بالمنظر ده فلما يقلب منك لبرة هيبقى شكله مش حلو العيان الناس تشوفه شكله مش حلو يعني هي مشكلة لكنها نظريا ممكن نعملها عادي وعمليا ممكن نعملها لكن العيان هيبقى شكله مش حلو فبنعمل حاجة تانية اسمها الويبستر اوبوريشن بنعمل ايه بلايس باكا الميوكوس ميمبريين جرافت انتو سالكاس سابترساليس ستريتنينج اوف تارساس اندلينكسينج زي بالبيبرال كونجنك طيف الفكرة هنا بقى ان احنا بنيجي في المكان ده في عندنا طبعا نحن فاكيرين ساركاس سابترساليس في المكان ده كده بنيجي عند الساركاس سابترساليس وبنحطه في الميوكوس جرافت بدلا من نحطه في الجري لاين بنحطه في المكان ده بنعب المكان ده كده بميوكوس جرافت يقوم الليد يحصل له يبقى اكثر استقامة يبقى طالع بمنظر ده كده يعني هو الليد مرجن النورمال يعني عشان ما حدش يقول ده لا انت كده كأنك بتعالج انتروبيون هو اوكي فيها جزء من علاج الانتروبيون لكن الليد مرجن النورمال الى حد ما لافف لجوه بس احنا بنخليه بقى مستقيم اكتر من الاول فبقى مستقيم اكتر من الاول الايلاشز بتبعد شوية عن القرانية وبالتالي ما تحفش فيها ده كده مبدأ السنيلنز اوبريشن اذا السنيلنز والفان ميلينجنز اوبريشن الاثنين فيهم ميوكوس جرافت لكن الفكرة احنا بنحطوهم فين الفان ميلينجنز بيستخدمه في الأبر ليد الجري لاين انما في اللور ليد وبستر اوبريشن بنعمل لاللور ليد عن طريق ان احنا نحط الميوكوس باكالجرافت في السلكس سبتر سالس الدستكيسز اللي هي في عندي ابنورمال ايلاش او ابنورمال رو ايلاشز بنعمله سبليتنج او ليد مارجن اند كريو أبليكيشن باكالجرافت باكالجرافت يعني بنيجي هنا مثلا بنعمل عندي صف زيادة من الرموش بنقوم نكسر كله بالكريو كاكوليشن باضافة ان احنا برضه ممكن نعمل اكسشن لجزء من الايلد بنشيله خالص بحيث ان احنا نضمن ان الرموش الزيادة دي متطلعش مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر